أهلا بكم مجددا تلقى ولي العهد اتصالات من رؤساء فرنسا وإيران وتركيا لبحث التصعيد العسكري الجاري في غزة ومحيطها وكد ولي العهد على جهود المملكة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد الجاري مشددا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل ومشددا على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل عن دعمه لدعوة مصر توصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش معبرا عن شكره لإعلان مصر ابقاء معبر رفح مفتوحا للمساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ هذا واستقبل الرئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا حسام مازل مطأ الأمير خالد بن بندر سفير المملكة في بريطانيا وذلك في زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ورحب السفير الفلسطيني عبر حسابه في منصة X باللفتة الأخوية من الأمير خالد بن بندر وزيارته للتعبير عن التضامن وتنسيق العمل المشترك لوقف آلة الحرب واستهداف المدنيين ينضمن لنا أو الآن أحييكم مشاهدين مجددا وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والبحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي أهلا بك شكرا لحضورك لنبدأ من دلالات الاتصال الأول بين ولي العهد والرئيس الإيراني وبخصوص وحول القضية الفلسطينية ما أهمية الاتصال التنسيق خلال هذه المرحلة ماذا نفهم أصلا من هذا كله؟ بسم الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بداية هذا الاتصال الذي جرى بين سموه ولي العهد ورئيس الجمهور الإسلامية الإيرانية يعتبر الاتصال الأول بين الزعيمين كما أنه أول اتصال سعودي إيراني أيضا على مسوى عالي بعد عودة العلاقات في العاشر من مارس كما أنه يعتبر الاتصال الأول أيضا بعد الهجوم الغادر إذا تعرضت له القوات البحرينية في جنوب الملكة بكتأكيد كما أن هذا الاتصال يمثل أول أزمة تواجهها المملكة العربية السعودية وهو إيران معا وهي الأزمة التي تحدث في غزة كل منهم لديه وجهة نظر المملكة العربية السعودية يتمثل وجهة النظر العربية وجهة النظر المتعقلة أجزم أن إيران أيضا هي الأخرى تكاد تكون قد هذبت من رؤيتها للأحداث وبدأت أيضا تؤمن بأن الأزمات المتفجرة تحتاج إلى الدول الراشدة الدول العاقلة التي تملك الرؤية وتملك الحل وتستطيع أن تنفذ الحل وهي التي تكسب ثقة المجتمع الدولي كالمملكة العربية السعودية في أقل من 24 ساعة سموة للعهد يوم أمس تلقى تسعة اتصالات من عدد من أصحاب الفخامة والسمو رؤساء ورؤساء الدول وليل الماضي أيضا تلقى اتصال هاتف من الرئيس التركي ثم من الرئيس الإيراني والرئيس الفرنسي بكتأكيد هذا مثل الثقل الحقيقي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لذلك الاتصال الذي تلقى سموة العهد من الرئيس الإيراني مثل إيمانا حقيقيا من الرئيس الإيرانية بأن السعودية تستطيع أن تقوم بدور مهم ومحوري إلى صالح حق الدم الفلسطيني إلى صالح حق الدم الأبرياء والمدنيين في المنطقة بأكمالها وليس فقط الدم الفلسطيني كما أن السعودية دائما وأبدا تناشد بمراعاة حقوق المواطنين والشعوب وعدم المغامرة بها وعدم المغامرة أيضا وراء الشعارات الزائفة ستدفع الشعوب أثمانها لذلك قامت الرؤية السعودية دائما على أن السبب الحقيقي لكل أزمات المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي وأن زوال الأزمات هو بزوال سببها ومسببها وهو الاحتلال الإسرائيلي ولن يزول الاحتلال الإسرائيلي إلا إذا أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين وعملت على إقناع إسرائيل بهذا الحل وهو الحل الحقيقي الذي سنفرح أثبتت الأحداث وتفجر الأوضاع اليوم بأنه هو الحل الحقيقي وستعود كل القوى الكبرى لصالح العمل على هذا الخيار طيب لكن في خفايا الاتصال نوعا ما لم يحصل سابقا مع دول عربية مع اندلاع الأزمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين الولايات المتحدة والدول الغربية تشير صراحة إلى أن إيران ربما تكون داعمة بشكل كبير لتفجر الوضع وبالتالي هل تعتقد بأن الرئيس الإيراني حرص على شرح وجهة النظر الإيرانية للأمير محمد بن سلمان في خطوة لتقريب وجهة النظر أيضا وشرحها للموقف الأمريكي الذي سيزور المنطقة هناك أنباء عن طلب أمريكي من قطر ربما بتجميد الستة مليارات حتى حين بالمناسبة عن الاتصال اللي جرى بين سمو الأهد ورئيس الإيراني استمر 45 دقيقة كنت أكيد أنه بحث الرؤية الإيرانية للمسببات اندلاع التفجر أوضاع ونحن نعلم أن الخيوط الإيرانية متواجدة في المنطقة تحديدا في لبنان اليوم بشكل واضح حماس رغم أنها سنية لكن إيران تتكسب من انعزالها لا نقول أن حماس هي إيرانية بقدر ما أن إيران تدير خيوط اللعبة لكن يجب أيضا أن لا نعطي إيران أكبر من حجمها هناك أوضاع تحرك من الخارج بعض الدول أجزم أنها دول وظيفية تقوم بأدوار محدودة أدوار مرسومة لها لكن إيران عندما اتصلت بالمملكة العربية السعودية لأنها تعلم أن العالم بأكمل السيئة إلى المملكة العربية السعودية حتى وإن جاءت وفود اليوم الوفود الأمريكية التي تزور المنطقة أعتقد أن لدى السعودية ما تقوله للمجتمع الدولي وليست بحاجة لأن تستقبل كل وفد لديها وجهة نظر واضحة جدا ولذلك اقتنعت إيران بأن المجتمع الدولي سيستمع للسعودية نظرا لأن السعودية تتمتع بالواقعية وبالمصداقية أيضا وأنها بالفعل تسعى لصالح الشعوب بأكملها وتحديدا شعب الفلسطين والسعودية لديها تاريخ كبير ومشرف لدعم القضية الفلسطينية منذ قيام النكبة وقيام إسرائيل إلى اليوم والمملكة العربية السعودية بالمناسبة أستاذ مفرح هي الدعم الدولي الأول من الدول ناهيك عن المنظمات الدولية التي تقدمها التحاد الأوروبي تعتبر السعودية هي الدعم الأول لأشقال الفلسطيني ولذلك لن تتواني السعودية عن دعم القضية الفلسطينية أقل يعني هذه الأمثلة ما أشرت مليق قبل قليل لقاء السفير السعودي في لندن السفير الفلسطيني ولذلك تتعدد أنواع الدعم السعودي الأهم في رأيي أن المبادرة السعودية قائمة على إيقاف الحرب وحق الدم الفلسطين ومثلما أيضا بدع عملية سياسية بلينكين قال بأنه طبعا سألتقي قادة السعودية قطر مصر الأردن والإمارات لكن ماذا يتوقع بلينكين طالما أنه موقف كل هذه الدول واضح وواحد لا حل ولا سبيل الهدوء في المنطقة سوى إقامة دولة فلسطينية سياسة الترقيع والتهديئة مؤقتا لا تجدي بالمناسبة رغم أن بلينكين يحاول أن يطيل أمد هذا الصراع إسرائيل لا تحتمل عن إطالة هذا الأمد الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا اليوم وارسالة سفينتين بريطانيا اليوم لتوء أعلن ذلك هي تريد إطالة الأمد لكي تنتقم إسرائيل لسمعتها وصورتها لكن في نفس الوقت المعادلة الحقيقي إسرائيل لا تملك النفس الطويلة التي تستطيع من قلاله إدامة هذا الصراع بالمناسبة كلما فقد الفلسطينيين ألفين ثلاث ألاف إسرائيل عندما يقعد منها خمسة عشر هي تخسر أكثر ما يخسره الفلسطينيين ولذلك ندرك أن وجهة النظر الأمريكية اليوم لن تحمل الجديد وأشكني أن يحطر حالة في الرياض لأن لدى السعودية موقف واضح أقنعت به دول عربية ونادت المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي أعتقد أن هناك مبادرة ستعلن قريبا والأهم هو عدم الارتهان للمماطلات الأمريكية المماطلات الغربية التي تكيل بمكالين انتصرت للدم الأوكراني وتتناسى الدم الفلسطيني انتصرت للدم الإسرائيلي وجعلته ناء من العرق العاري وجعل الدم الفلسطيني من درجات السهلة كان مفاجئا لم يكن مفاجئا كان مفاجئا تصريح بلينكون في وقت اجتداد هذه الأزمة وسعي الولايات المتحدة للتهديئة عندما قال الرسالة التي جئت بها لإسرائيل هي أن أمريكا دائما إلى جنبكم ولم يأتي بكون وزير خارجية الولايات المتحدة فقط ولكن بصفته يهودي فر جده من القتل سابقا هذا اصطفاف واضح وبالتالي يعيد التساؤل عن دور الولايات المتحدة في عملية الوساطة وأهليتها لذلك الولايات المتحدة الأمريكية فقدت الأهلية لأن تكون وسيطا نزيها منذ انتهاء اتفاقيات أسلوة وهذا ما جرى الرئيس بايدن قال لنتخيل العالم بلا إسرائيل كيف نعيش وقال أنا صهيوني الأمور هذه انتهت لكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد أن تضغط على المجتمع الدولي وليست تتوسط هي تريد أن تمارس مزيدا من الضغوط لكن اليوم الأوضاع في المنطقة تغيرت من يمسك أوراق اللعبة ومن يمسك أوراق الحال تغيرت تماما قيادات المنطقة تغيرت لدينا في المملكة العربية السعودية رؤية واضحة ستسعى المملكة لتحقيقها بكتأكيد وسنقنع العالم بها وسيصطف العرب معنا وستصطف الدول الإسرائمية ناهيك عما تتمتعل به المملكة العربية السعودية اليوم من مفاتيح مؤثرة قوية يعني في الفترة الماضية كان هناك حديث عن الأوضاع في المنطقة وأنه ستشهد أمر ما لا أحد كان يعرف والآن هل تستقيم هذه الجهود للتهدئة أو الوساطة التي تنادي بها الولايات المتحدة مع العسكرة المستمرة سواء من أمريكا نفسها من بريطانيا كما ذكرت ومن غيرها من الدول الأمر يبدو أنه يتجه إلى منحة لا أحد يتوقع ما رأيك؟ يعني عملية الإرجاف والتخويف وهذه التصريحات إسرائيل تريد أن ترفع سقف تهديدات حتى ترفع سقف مفاوضاتها نحن لا يعلم اليوم أن هناك مفاوضات بين العديد من الدول في المنطقة ولكن أرى أن إسرائيل في هذه العملية خسرت تماما وإن سفكت كل الدم الفلسطيني أعتقد بل أجم أنها خسرت تماما خسرت لأنها فقدت هيبتها وكسرت هيبتها وكسرت هيبت الجيش الذي لا يقهر والإسرائيل اليوم نحن في أوضاع جديدة إسرائيل في أضعف حالاتها الواتف المتحدة الأمريكية لم تحرك حاملة الطائرات جيراد فورد إلا لأنها تدرك أن إسرائيل في أضعف حالاتها ولذلك انتهكت سيادتها بشكل فاضح ما يصرح بين الأمريكان والبرطان والغرب لم يكن جديدا لدينا في المملكة العربة السعودية كنا نعلمه وحذرنا ونادينا كمراقبين كعلاميين كصحفيين كمحلنا نادينا وحذرنا من أن الغرب يسعى لصالح إسرائيل بكونت أكيد وإسرائيل دولة وظيفية لهم في المنطقة شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي أستاذ مبارك العتي شكرا لوقتك وحضورك معنا